اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع كل التأدير والاحترام فاتمنى لو المعلومة دي حقيقية كل المسؤولين يبقى بيعيدوا ترتيب حساباتهم اذا كان القرار حقيقي ولو حد سمعني دلوقتي والقرار ده تم الغاءه او تأجيله بشكل رسمي اتمنى يتواصل معانا لان لو ما كانش كده يبقى بكرة في طيارة جاية من بكين مرة في الاسبوع فنتمنى ان الموضوع يبقى مش ماشي في هذا الاتجاه لان زي ما قلتلكوا ان اليوم السابع والمصر اليوم لغاية اللحظة دي بيقولوا تم وقف القرار على عهدتهم لان هذا الكلام نخلا عن الجريدة سواء المصر اليوم او اليوم السابع ولكن برضو واجب التنبيه واجب ان احنا قدام حالة يا جماعة فلازم ان احنا مش عايزين نخوف الناس ولا في نفس الوقت نتطمن قوي بس فقط ناخد بالنا